تقرر عقد دورتين غير عاديتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحدى المقبل برئاسة وزير الخارجية سامح شكري الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية هذا وتقرر أن تكون الجولة الأولى مخصصة لمناقشة الطورات الأزمة السورية ومسألة إعادة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية وذلك بناء على طلب مصر بالتشاور والتنصيق مع كل من السعودية والأردن والعراق كما تقرر عقد دورة غير العادية الثانية لمناقشة الملف السوداني بكافة أبعاده السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية